جميع الكائنات التي تنتمي إلى المملكة الحيوانية تحتاج إلى الأكسوجين من أجل إنتاج الطاقة ولا يمكن الاستغناء عنه فبدون الأكسوجين تنعدم الحياة وفي المقابل فإن النتجة الثانوية عن عملية التنفس الخلوي التي تبقين على قيد الحياة هو ثاني أكسيد الكاربون أو CO2 وهذا المركب لا يفيد الجسم نهائيا إذن فإن الجسم يحتاج إلى أخذ الأكسوجين وإخراج ثاني أكسيد الكاربون وهذه هي وظيفة الجهاز التنفسي بالتعاون مع الجهاز الدوري حيث يتلخص عمل الجهازين بإدخال الأكسوجين من الهواء إلى رئتين وتوزيعه إلى جميع خلايا الجسم عبر القلب والشرائين وجمع ثاني أكسيد الكاربون الذي تخرجه الخلايا عبر الأوردة وإيصاله إلى رئتين اللي تخرجه في الزفير عندما تسمعون عن الجهاز التنفسي أول ما يخطر ببالكم هو الرئتان ولكن بعض الحيوانات تستطيع الحصول على الأكسوجين دون رئتين عندما تسمعون عن الجهاز التنفسي أول ما يختار ببالكم هو ريعتان ولكن بعض الحيوانات تستطيع الحصول على الأكسوجين دون ريعتين من خلال عملية تعرف بالانتشار البسيط وهي عملية تسمح بمرور الغازات عبر الأغشية الرطبة على سبيل المثال المفصليات لديها مسام على أجسامها تسمح بدخول الأكسوجين الذي يتم امتصاصه من خلال تراكيب تنفسية خاصة وتستطيع البرمائيات كذلك الحصول على الأكسوجين من خلال جلدها ولكنها تكمل عملية التنفس بمساعدة الرئتين أو الخياشين لأن الاعتماد على عملية الانتشار البسيط فقط لا يكفيها وقد تتساءلون لماذا توجد الرئتين في جسم الإنسان ولماذا لا يعتمد على طريقة الانتشار البسيط يعود ذلك إلى عدة أسباب يلعب حجم الجسم دورا في ذلك فكلما زاد حجم الجسم زادت حاجته للأكسوجين وأغلب الثديات كبيرة الحجم بشكل يستدعي وجود عضو يسحب كمية أكبر من الهواء إلى داخل الجسم من أجل الحصول على الأكسوجين الكافي لعمل الجسم وإضافة إلى ذلك فأن الثديات وطيور هي كائنات من ذوات الدم الحار مما يعني أنها بحاجة إلى تنظيم درجة حرارة أجسامها وهذا يستهلك الكثير من السعرات الحرارية وحرق هذه السعرات الحرارية يحتاج إلى الكثير من الأكسوجين والسبب الأخير هو أن عملية الانتشار البسيط تتطلب توفر غيشاين رطب حتى يعبر الأكسوجين من خلاله لهذا يمكن لسه من در المائي مثلا الحصول على الأكسوجين عبر الجلد لأن جلده رطب ومبلل طوال الوقت ولكن بالنسبة للإنسان فإن جسمه ليس رطبا أو مبللا طوال الوقت أليس كذلك؟ تحتاج الأسماك إلى الأكسوجين كذلك ولكنها تمتص الأكسوجين المذاب في الماء من خلال خياشيمها إذا رأيتم خياشيم سبكة من قبل ستلاحظون أنها عبارة عن عدة طبقات من الأنسجة التي تشبه الخيوط أو الشعيرات تستخرج هذه الخياشيم الأكسوجين المذاب وتطلق ثاني أكسيد الكربون ومع ذلك تجدون بعض الأسماك التي لديها رئتان مثل الأسماك الرئوية التي سميت بذلك لأنها لديها رئتين ويعتقد العلماء أن هذه الأسماك هي من أول الحيوانات التي ظهرت فيها الرئتان في المملكة الحيوانية كل الحيوانات من الزواحف وما فوقها في تصنيف الكائنات الحية تعتمد في تنفسها على الرئتين إذن لا تستطيع الأجسام المعقدة استخدام الانتشار البسيط للحصول على الأكسوجين الكافي ولذلك فإنها تحتاج إلى الرئتين وتمتاز الرئتان بأنها مليئة بالأغشية المنفذة والمذيبة للأكسوجين وتبقى هذه الأغشية رطبة بفعل المخاط كما أنها تتميز بمساحة سطحية هائلة ما يساعدها على امتصاص أكبر كمية من الأكسوجين في الوقت ذاته قد لا تدركون ذلك بمجرد النظر إليها ولكن تحتوي رئتان الإنسان على 75 مترا مربعة من الأغشية المنفذة للأكسوجين وهي مساحة أكبر من سقف منزلي عملية الانتشار البسيط التي تجري في رئتان الإنسان هي عملية في غاية البساطة إذ يتم إدخال الأكسوجين عبر الفم والأنف ليمر عبر قناة تسمى الحنجرة وتتفرع الحنجرة إلى ممرين أحدهما للطعام وهو المريء والآخر للهواء وهي القصبة الهوائية فيعبر الهواء من الحنجرة إلى القصبة الهوائية التي تتفرع إلى شعبتان هوائيتين تتجه كل واحدة منها إلى رئة وتتفرع الشعبتان الهوائيتان الرئيستان في كل رئة إلى شعبات هوائية أصغر وأضيق وتستمر بالتفرع حتى تنتهي في الحويصلات الهوائية ويبلغ قطر الحويصلة الواحدة خمسة مليمترات تقريبا ويحتوي الجسم على ما يقالب ثلاثمائة مليون حويصلة وهذه الحويصلات هي المسؤولة عن أهم جزء من عملية التنفس الحويصلات هي عبارة عن أكياس هوائية صغيرة جدا لها غشاء رقيق ورطب وتتفح حولها شعيرات دموية دقيقة جدا لنقل الدم ينفذ الأكسوجين عبر الغشاء ويمتصه دم المنقول عبر هذه الشعيرات الدموية ثم ينتقل الدم عبر الجهاز الدوري ليصل إلى خلايا الجسم المختلفة وبعد امتصاص الشعيرات الدموية للأكسوجين الموجود في الحويصلات تستبدله بثاني أكسيد الكربون الذي جمعه الجهاز الدوري من جميع أنحاء الجسم بمعنى آخر الحويصلة والشعيرات الدموية تتبادلان الغازات وبعد انتقال ثاني أكسيد الكربون من الشعيرات الدموية إلى الحويصلات الهوائية تدفعه إلى الشعب الهوائية ثم إلى القصبة الهوائية حتى يصل إلى الأنف أو الفم ليخرج من الجسم إذن خلال عملية الشهيق يدخل الأكسوجين إلى مجرى الدم في الجسم أما خلال عملية الزفير يخرج ثاني أكسيد الكاربون من الجسم ولكن ما هو مبدأ عمل الرئتين وكيف تقومان بمهامهما وما الذي يجعلها تتسع وتنقبض مع العلم أنها ليست عضلة هذه أسئلة جيدة تعمل رئتان كالمضخة لكنها لا تملك أي عضلات تساعدها في التمدد أو الانقباض هنا يأتي دور هذه العضلة المسطحة الموجودة تحت الرئتين والتي تسمى الحجاب الحاجز عند الزفير يتمدد الحجاب الحاجز ويصبح كالقوس ويضغط على قاعدة الرئتين فيصغر حجمهما وتدفعان الهواء إلى الخارج أما عند الشهيق ينقبض الحجاب الحاجز ويتسطح فيسمح للرئتين بالتمدد وإدخال الهواء وكما تعلمتم في الفيزياء كلما زاد حجم الوعاء قلت ضغط داخله أي أنها علاقة متعاكسة كما أن سوائل والغازات تتجه وفق تدرج الضغط أي من أماكن الضغط الأعلى إلى الأدنى لذا حين يقل الضغط في الرئتين يدخل الهواء إليهما وحين يتمدد الحجاب الحاجز يزداد الضغط داخل الرئتين مقارنة بالضغط الخارجي فيخرج الهواء غير المؤكسج وهذه هي عملية التنفس وهناك جهاز آخر في جسم الإنسان يعتمد ألية الضغط وهو الجهاز الدوري الذي يعمل بطريقة مشابهة للجهاز التنفسي وبدلا من ضغط لواء إلى داخل وخارج رئتين يقوم الجهاز الدوري بضغط دم من وإلى رئتين إذ أنه ينقل الدم المؤكسج من الرئتين إلى أنحاء الجسم التي تحتاج إلى الأكسجين ثم ينقل الدم غير المؤكسج من مختلف أنحاء الجسم إلى رئتين من جديد وقد يرودكم الآن هذا السؤال ليس القلب هو العضو الأهم في الجهاز الدوري حسنا دعوني أوضح لكم العمل ربما يعتقد الكثير منها أن القلب هو المركز الرئيسي الذي يتحكم بكامل الجهاز الدوري مع أنني لا أستطيع إنكار أهميته إلا أن القلب هو مجرد مضخة تحرك الجهاز الدوري وتساعده في عملية نقل الدم عبر أنحاء الجسم أي مساعدة الدم في الوصول إلى رئتين ليحمل معه الأكسجين ويوصله للخلايا وفي المقابل ليتخلص من ثاني أكسيد الكربون الذي تطلقه الخلايا فكما ترون في الرسم يعمل الجهاز الدوري في الثديات بحركة دورانية تشبه الرقم 8 حيث يضخ القلب الدم المؤكسج إلى باقي أجزاء الجسم وبعدها يعود الدم من أعضاء الجسم إلى القلب من جديد ولكنه يعود غير مؤكسج فيضخه القلب ثانية إلى الرئتين في دورة أصغر ليحمل الأكسجين ويطلق ثاني أكسيد الكربون فيعود دم المؤكسج إلى القلب ليضخه من جديد ويكرر هذه العملية مجددا إذن كما تلاحظون على رغم من قيام القلب بأهم وظيفة في الجهاز الدوراني إلا أن الرئتين أشبه بقاعدة أساسية لخلايا الدم الحمراء التي تحمل أكسجين وثاني أكسيد الكربون ينتقل الدم عبر الجهاز الدوري بطريقة مميزة هل تذكرون ما قلته قبل قليل عن انتقال الهواء من الضغط الأعلى إلى الأدنى؟ ينتقل الدم عبر الجسم بطريقة مشابهة القلب عضلة قوية مقسمة إلى أربع حجرات وربما من أهم هذه الحجرات هو البطين الأيسر الذي يكون ضغطه مرتفعا جدا إذ يعود السبب وقوع القلب في الوسط نحو اليسار قليلا إلى ضخامة البطين الأيسر وهو ضخم لضرورة محافظته على ضغطه المرتفع حتى يتمكن الدم المؤكسج من الخروج منه يخرج الدم من البطين الأيسر إلى الشريان الأبهر وهو وعاء دموي ضخم ثم إلى الشرايين المتفرع منه وبذلك تحمل هذه الشرايين الدماء الخارج من القلب إلى باقي أنحاء الجسم والشرايين هي أوعية دموية ذات جدران قوية تتحمل الضغط الضرورية لنقل الدم إلى أجساء الجسم وتتفرع من الشرايين الضخمة شرينات أصغر تتفرع في نهايتها إلى شعيرات دموية رقيقة جدا ذات مساحة سطحية كبيرة تسهل إيصال الأكسجين إلى خلايا الجسم التي تحتاجها ثم تأخذ هذه الشبكات الشعيرية الثاني أكسيد الكاربون من الخلايا وبعد تبادل الغازات في الخلايا يتجه الدم غير المؤكسج وفق تدرج الضغط عبر شبكة من الأوردة تقوم الأوردة بوظيفة معاكسة للشرايين فبدل من تفرع إلى أوعية دموية أصغر وأصغر تندمج الأوردة الصغيرة لتكون أوردة أكبر تحمل الدم غير المؤكسج وتعيده إلى القلب إن الفرق الرئيسي بين الأوردة والشرايين هي أن أغلب الأوردة لا تملك جدران قوية وسميكة مثل الشرايين فجدران الأوردة رقيقة وفيها صمامات تضمن تتفق دم نحو القلب باتجاه واحد وعدم رجوعه بالاتجاه المعاكس وهذا ضروري جدا لأن ضغط الدم في الجهاز الدوري ينخفض تدريجيا كلما اقترب إلى القلب حتى يصل إلى واردين رئيسيين أحد ما هو الوارد الأجوف السفلي الموجود في الجزء السفلي من الجسم وهو مسؤول عن نقل الدم القادم من الأعضاء السفلى إلى القلب والآخر هو الوارد الأجوف العلوي الموجود في الجزء العلوي من الجسم ويجمع الدم من الأعضاء العلوية يلتقي هذان الواردان في الأذين الأيمن من القلب وهي النقطة ذات الضغط الأدنى في الجهاز الدوري في هذه المرحلة يكون قد عاد الدم غير المؤكسج إلى القلب وهو الآن بحاجة إلى الأكسجن لذلك ينتقل الدم إلى البطين الأيمن يتم ضخه إلى الشريان الرئوي تذكروا الشرايين هي الأوعية التي تخرج من القلب سواء كانت تحمل دم مؤكسج أو غير مؤكسج في هذه الحالة سيحمل الشريان دم غير مؤكسج يسمى هذا الشريان بالشريان الرئوي لأنه يتجه إلى الرئتين في مسار خاص بعد خروج دم من القلب في الشريان الرئوي يتجه إلى الحوة الصلاة الهوائية ليحمل الأكسجن ثم يعود في الوريد الرئوي تذكروا أيضا أن الأوردة هي الأوعية الدموية المتجهة إلى القلب حتى إن كانت تحمل الدم المؤكسج كما في هذه الحالة وهكذا يدخل الدم المؤكسج عبر الوريد الرئوي إلى القلب مرة أخرى ولكن هذه المرة يدخل من الأذين الأيسر ثم يساب إلى البطين الأيسر حيث يبدأ دورته إلى أنحاء الجسم من جديد وبهذا أكون قد بيّنت لكم آلية عمل الجهاز التنفسي ودوري ووضحت لكم دور القلب الهام في نقل الغازات من وإلى الأعضاء الجسم وذكرت أن الإنسان من الكائنات ذوات الدم الحار أو الكائنات ثابتة الحرارة وأقصد بهذا أن جسم الإنسان مهيئ المحفظ على ثبات الحرارة الداخلية للجسم وهذا الثبات في درجة الحرارة هو أمر في غاية الأهمية فهو يقلل من تأثر بيئة الجسم الداخلية بدرجات حرارة المحيط الخارجي على عكس الوضع في الكائنات متغيرة الحرارة أو الكائنات ذات الدم البارد كما أن الأنزمات التي تتحكم بعمل أعضاء الجسم تحتاج إلى درجة حرارة محددة حتى تعمل وفي الإنسان متوسط هذه الحرارة هو بين 36 و37 درجة مئوية وتحتاج الكائنات ثابتة الحرارة للتغذية بشكل مستمر من أجل الحفاظ على مستوى عمليات الأيض ودرجة الحرارة المناسبة ولهذا السبب فإن جسم الإنسان يحتاج إلى الكثير من الأكسجين وهنا يأتي دور حجرات القلب الأربعة بالتعاون مع الرئتين كبيرتين الحجم نسبيا أما بالنسبة إلى الكائنات متغيرة الحرارة فعمليات الأيض فيها بطيئة ولا تحتاج إلى الكثير من الطعام على سبيل المثال لا تحتاج لفع إلى أكثر من وجبة كبيرة مرة واحدة في الشهر بما أن عمليات الأيد عند الكائنات متغيرة الحرارة قليلة فإنها لا تحتاج إلى الكثير من الأكسوجين أي أن جهاز دوري لا يحتاج لتعقيد أو أن يكون فعالاً بدرجة كبيرة وهذا يكفيها تعرفتم سابقاً على مراحل تطور بعض الكائنات الحية وذكرت حينها أنه من المظاهر التي تشير إلى تعقيد تركيب جسم الحيوان هو عدد حجرات قلبه على سبيل المثال السمك يملك حجرتين أذين واحد وبطين واحد وتأكسج الدم بمرورك عبر الخياشيم وينتقل إلى أعضاء الجسم ويعود إلى القلب حيث ينتقل إلى الخياشيم مجدداً أما الزواحف البرمائيات فقلبها له ثلاث حجرات أذينان وبطين واحد أي أنه لا تتم أكسجة كل الدم في كل دورة كاملة له فيتم دخل الدم المؤكسج إلى أجزاء الجسم ويكون مخلوطة مع قليل من الدم غير المؤكسج ليست عملية فعالة ولكنها تكفي بالنسبة لأجسام هذه الكائنات وبهذا تعرفتم عن طريقة والسبب انتقال الأكسوجين في الجسم والسؤال الذي يطرح الآن هو ما الذي يمنح الطاقة للحجاب الحاجز للانقباض والانبساط وما الذي يحرك عضلة القلب من أين تأتي هذه الطاقة الإجابة هي الجهاز الهضمي الذي سأتحدث عنه في الفيديو القادم